كيف إذن يمكن أن نشرح أن علم الله المفهوم من قوله تعالى ألف لام ميم أي أنا الله أعلم يشير بوضوح إلى يقينية القرآن الكريم ونفي الشك والريب عنه دكتور وزام الحقيقة دكتور أيمن أتى بالآيات الكثيرة الخاصة بألف لام ميم لكن دعوني أضرب مثالا من حياتنا اليومية تبسيطا يعني إن راجعت متخصصا أو خبيرا متمكنا ومتمرسا في مجاله واستشرته في أمر فإنك تثق بكلامه ثقة مطلقة وتعتبره حقيقة لا ريب فيها بل وتستشهد بقوله لإثبات وجهة نظرك ودحض ما سواها علما أن هذا المستشار لم يدعي العلم المطلق في مجاله ويعلم أن ما يعلمه اليوم قد يتغير غدا فما بالك إن كان صاحب الكلام أو المستشار هو رب العالمين العليم بكل شيء على مر الأزمان الذي علمه تام ومنزه عن الجهل والنسيان لا بد عندها أن يكون نتاج علمه التام هذا كلاما لا ريب فيه ولا شك ولا يعلو عليه أي كلام آخر من حيث كمالاته الظاهرية والباطنية إذن يثبت من ذلك أن علم الله التام لا بد أن ينتج عنه يقينية كلامه أي القرآن الكريم وينفي عنه الشك والريب يقول الله سبحانه وتعالى مشيرا إلى هذه الحقيقة بعد أن تحدى المعارضين أن يأتوا بعشر سور من مثل القرآن الكريم فإن لم يستجيبوا لكم فاعلموا أن ما أنزل بعلم الله أي إن لم يقدروا على الإتيان بنظير القرآن الكريم فاعلموا أن هذا الكلام ليس كلام بشر بل نزل بعلم الله التام ولذلك لا بد أن يكون كتابه يقينيا لا ريب فيه والحمد لله